موسيقى فير بلاي لربعة سبب وعشرين اكتوبر عشرين واحد وعشرين وسألعبكم في موات جديد من فير بلاي موسيقى فير بلاي استرنا نمدر معكم في الاعداد والتقديم من السلسي في الاخراج ومزجولي في الاخراج الرقمي تجمو تتابعونا وما كنتوا من خلال الفريقنسة امتعانا كما تجمو تتابعونا ايضا من خلال موقعنا راديو اكسبرس افهم بوان كوم كما تجمو تشاهدونا ايضا من خلال اللايف ستريمينج اللي بداية تتسويت تلقاها في صفحتنا في فيسبوك وإلا قناتنا الخاصة على اليوتوب اكسبرس افهم وايضا تلقاها في الصفحة الخاصة برياضة اكسبرس اسبورا برشة مواضيع في حاصرتنا اليوم من طوى حتى الربعة متاعجية تكتشفوهم تباعا لكن البداية مع جديد وجديد جينا بعض الاحداث اللي صارت ملعب بين جنات بالمناسطير والمناوشات اللي صارت خاصة بين قوات الامن ورئيس نجم الساحلي ماهر القروي اليوم كانت جلسة صلحية بين سيد ماهر القروي وكذلك مواثنين من نقابات نقابات قوات الامن على كل بش ناخذ اهم مصار في الجلسة هذه مع سيد قيس بن احمد عضو الهيئة المدير النجم الساحلي سي قايس هلا بك اهلا وسهلا بك السلام وهلا بك في المستمعين مرحبا بك شنية الامور الامور طيبة ان شاء الله طيبة خلينا ناخذ من عندك شنية اهم مخرجات سي قايس الجلسة اللي جمعتكم اليوم بنقابات قوات الامن والله هي جلسة دارت في اجواء طيبة الحقيقة وذيها في اطار مبادرة مشتركة بين جميع الامنيين وبين الهيئة المديرة في اطار فض يعني الاشكال اللي نعتبروه انه تخلي الطيب التاريخ وانه صوتها فاهمو سيال ودارت الجلسة في اجواء طيبة وتمن فضل الاشكال هذا وعادت المياه الى مجارات الميك خلينا نقوله كان طائل الصعدة بنيتكم كان فاما برشة كلمات من هنا ومن هنا تصريحات مضادة شنو الساعة باش تبدل الموقف ودخلته واخترت الحل معتها متاع السلمي خلينا نقول لا هو ارى وتوكيف نرجع طيب ما فيش فائدة باش نرجع لتصريحات التصريحات المضادة كيما قلت سيتك لكن كانت لاحظ انت يرلو انه الخطاب انت هيئة النجمهة بالسلحة لمنذ حصول الوقاية كان خطاب يعني متزن وكان معنا في اطار وانه ديما نخليه جانب ولا هامش باش تصير البوادرة فلحية كيما صارت الحقيقة اللي جديد اللي صار في الموضوع وانه الناس كل تعقلت واكيد انا مش عاجة جديدة معنا تصير خلافات بعض المناوشات تصير بعض الاشكاليات ولكن كيف يغلب صوت العقل وصوت الحكمة يغلب تباعة متنجم تكون كنتيشة وانه يتم تفضل الاشكاليات هذة التهديد متاع قوات الامن بعد تأمين مقابلة الناد الافريقي غدوة في حمام سوسا يدخل في الباب هاذا كان عنده تأثير على اللي صار اليوم ولا ليه الحقيقة احنا كما قلت لك الموضوع هذا يدخل طي التاريخ وما فيش فايدة بشنا عاوض نفقه في فيما سابق جلسة اليوم لكن اللي بيه الفايدة كونه الاجواء كانت طيبة وانه كما تفاهم وفما خاص تم تفاهم من الجانبيه وبالتالي الموضوع هذا ما لا نعتبره موضوع مغلق ومعادش مجال اش نحكيه عليه منذ قليل صفحة رسمية لنقابات الامن هبتت بلغ انه فيه سايد مهر القروي اعتذر من من القوات الامنية هل هذا صحيح والله والله الحقيقة ما اطلعتش على البيان اللي تحكي عليه اه في اخيام ولكن اللي يزم نشد عليه هو انه كان اه كانت اجواء انت على الجلسة هذه اللي جمعت معناها الاطراف الاثنين كانت اجواء طيبة اجواء باهية معناها والهناك ها صوت الحكمة وصوت التعطل مسألة تلفار الاعتذار ولا ما صارش الاعتذار ما عرش ما ريتش البيان بحقيقة مش الناجم انعلق عليه ولكن اللي به الفايدة كيما اطلقوا انه الاجواء كانت طيبة من بين الجلسة اطراف مم دونك الامور على العالو ورجعة المية المجالية وغدوا بك كيف كيف المقابلة بس تكون في ظروف طيبة مع نادي الفريق ان شاء الله احنا نحبضوا ان تكون كم المقابلات كالكوصفاء معناها مقابلات نوالا جميع المقابلات الرياضية تدور في اجواء طيبة ودور في اطار طيب انه في نهاية الامر ما هي الا رياضة والرياضة معنا تعرفها عديد المتداخلين وعديد الشركاء كل شريك متداخل في تنظيم المقابلات ولا في المنظومة الرياضية بكل يقوم دوره على اكمل وجه وبتبعه فيك نفس الاحترام والمتدادة بين جميع الاطراف نحبوا نشوفوا كراباة ونشوفوا اجواء طيب ان شاء الله يعطيك صحة شكرا لك استير على التدخل لك معنا وبالتوفيق ان شاء الله ليكم كهيئة مديرة جديدة في العمل امتاعكم على رأس النجم الساح ليفصل قصير موزيكا بعد راجعين باش نستقبلوا شكل مفتاح مجرب مستقبل سليمان نحكيه على اسباب استقالته من مهام